شكرا لك كارولينا إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية هذا التأكيد بات شعار القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بملف إيران النووي ومن على منبر الأمم المتحدة رئيس الحكومة الإسرائيلي يجدد مقاربة الضغط العسكري على إيران لدفعها إلى اتفاق أفضل بشأن برنامجها النووي كيف تتعاطى طهران مع التهديدات الإسرائيلية وهل الضغط الإسرائيلي يعيق الاتفاق معنا الآن من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق مجتبي فردوس سيبور سيد فردوس سيبور مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار لابد ربما تابعت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي قبل قليل هذا المساء من على منبر الجمعية العامة يشير إلى أشياء طبعا أصبحت واضحة ومعروفة في المواقف الإسرائيلية يقول أن إيران تسعى إلى تدمير إسرائيل تماما وأن إسرائيل لديها القدرات اللازمة وستفعل ما بوسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية هل هناك جديد برأيك في هذه المواقف الإسرائيلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم مساء الأنوار عزيزي وأيضا لمشاهديكم الكرام أعتقد بأن هذا الكلام ليس جديدا سمعناها كرارا ومرارا من رئيسة الوزراء السابقين في الكيان الصهيوني وليس من جديد التي نسمعها من لابيد لأن كثير من الخطابات التي سمعناها اليوم الليلة من يائير لابيد كانت أكذوبة خاصة في موضوع الميديا في موضوع فيك نيوز في موضوع الوحدة الموجودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا كذب تماما وأيضا حكى لابيد عن الموزيك الإسرائيلي الموزيك بدها سوابق تاريخية وحضارية يعني من دون تاريخ ومن دون حضارة هناك تجميع مهاجرين من كيانات مختلفة من حكومات مختلفة من ألوان مختلفة من لقات مختلفة وتحكى لابيد عن الموزيك المتوحد الإسرائيلي هناك أزمة داخلية بين القوميات الموجودة داخل إسرائيل هناك اختلافات بين أشكنازي وسفاردين يعني القوميات السابقة اليهود الموجودة في هذه الكيان وهذه الكيان أمره أقل من قرن يعني ما مضى أكثر من سبعين سنة طيب يعني هذه قضايا أشار إليها سيد لابيد كما أشرت سيد فردوسي بورد ولكن فيما يتعلق بالنووي الإيراني يعني الرئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أن المقاربة العسكرية مقاربة الضغط العسكري على إيران قد تؤدي إلى اتفاقية أفضل مع إيران هل تتفق مع هذا الرأي؟ هذا الرأي لن يكون صحيح أبداً بأنه أولاً إيران كانت ملتزمة وكانت متعحدة وإيران عضو في ام بي تي وعضو في الوكالة الدولية للطاقة الضارية وتحترم كل مواضين والقوانين والدستير الموجود تحت إطار هذه المنظمة الدولية أولاً ثانياً أود أن أقول بأنه نحن التذمنا واتفقنا مع جارب الآخر يعني دول خمس زائد واحد في سنة 2015 كما تعلمون نحن اتفقنا ووقعنا على الاتفاقية أن يكون كل الأطراف الموقعين على هذه الاتفاق أن يكونوا متعحدين وأن يكونوا متفقين وأن يكونوا ملتذمين بكل قضاياها في هذه الاتفاقية ولكن للأسف الشديد أمريكا في سنة 2018 الخرج من هذه الاتفاقية وحالياً يعني الإدارة بيت الأبيض وخاصة الرئيس جو بايدن دائماً يتشاور مع الجانب الإسرائيلي أود أن أقول لبيد إذا يحكى عن الموضوع الكيان الصحيوني بأنه لديها قدرة وممكن يستفيد مقابل إيران بقوتها الترسان النووية هذا بمعنى آخر كأنه يتطلب النظام الدولي على الموازنة إذا حكينا وإذا وافقنا على الموضوع الموازنات الموازنة بين إيران وجانب الكيان الصحيوني بدها تتشكل في هذا الإقليم لا شك أن إيران ما بعد عدم الاتفاق وعدم الالتزام الجانب المقابل يعني الدولة الخمسة زائد واحد أو تجديد الاتفاقية النووية من جديد على ما أبرم عليها في سنة 2015 لذلك يتوافقون على الموضوع الموازنة موازنة أن إيران يريد إخلاء شرق الأوسط من سلاه نووي يعني بمعنى آخر إيران تريد أن تزيل كل ترصانة النووية الموجودة في إسرائيل وأن يكون إسرائيل متأحدة للمنظمات الدولية في هذا الشأن إذا لن يتوافق على هذا الموضوع بمعنى آخر أنه لدى إيران حق أن يكون على التوازن أن يكون إقليما أن يكون دولة غادرة على التوازن مقابل الكيان الصحيوني طبعا موقف إسرائيل من هذه المسألة معروف سيد فردوسي بور إسرائيل أولا ليست عضو في الان بي تي ولا تعترف بشكل علني بأن لديها قدرات نووية ولكنها تقول لن نكون الطرف الأول الذي يستخدم السلاح النووي هذا موقف تقليدي تاريخي إسرائيلي منذ تأسيس هذه الدولة لكن دعنا نعود إلى مسألة التهديدات العسكرية الإسرائيلية المتكررة إسرائيل دائما تقول حتى لو تم التوصل الاتفاق النووي مع إيران هذا لا يمنع إسرائيل من أن تتخذ خطوات أحادية الجانب للتعامل مع هذه المسألة هل هذا الموقف الإسرائيلي أو التهديد الإسرائيلي يغير من الأمر شيئا بالنسبة لإيران لا أعتقد بأنه تهديد كما تفضلتم كانت موجودة من أيام أوباما لموافق ووقع على الاتفاقية المشتركة في سنة 2015 إسرائيل كانت مخالف للاتفاقية وكانت دائما تصير على إذاهة هذه الاتفاقية وصررت ما بعد مجيء ترامب ودافع عن ترامب بخصوص خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي دائما التهديدات موجودة إذا يكون الاتفاقية موجودة وإذا لا يكون موجودة هذه التحديدات دائما موجودة ودائما نسمعها من رؤساء وزراء الكيان الصحيوني وهذا ليس شيئا جديدا ولكن أعتقد في بداية مجيء جو بايدن إلى إدارة بيت الأبيض هناك لقاء خاص ما بين جو بايدن وأيضا نتنياهو وصرح جو بايدن على نتنياهو على أن ليس لديها حق أن تخرج من إطار الولايات المتحدة وعن إطار المنظمات الدولية وليس لدى إسرائيل حق أن تهاجم إيران يعني جو بايدن عملت استوب أمام نتنياهو ويقال العكس أيضا سيد فردوسي بور يعني يقال أيضا أن الموقف الإسرائيلي عمل استوب على الموقف الأمريكي وجعل الموقف الأمريكي أكثر تشددا وأكثر تصلبا إذا أي اتفاق جديد الآن أعتقد بأن بايدن أمامه خيارين أما يدخل بالانتخابات النيابية النصفية في ولايات المتحدة الأمريكية مع توقيع على الاتفاقية المشتركة النووية ما بين دول خمس زائد واحد وإيران وإما لا يوقع على الاتفاقية وأن تدخل الانتخابات وتربح الانتخابات الموجودة في الولايات المتحدة لصالح الديمقراطيين ومن ثم يوقع الاتفاقية أعتقد بأنه هذا ملف ليس ملف انتخابي وهناك مخاطرة يقول البعض في الولايات المتحدة من أنه إذا وقع الرئيس بايدن على هذا الاتفاق قد يكلف هذا انتخابيا وبالتالي هناك البعض يقول نوع من المماطلة نوع من التأجيل للبت في هذا الموضوع أعتقد بأن المماطلة هو شأن سياسي داخلي في ولايات المتحدة الأمريكية وجو بايدن حسب عمره وحسب شعوره لا يمكن وهو أضعف الرئيس اللي رأيناها في ولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها خيارات أن تختار الموضوع التوقيع على الاتفاقية النووية المشتركة أعتقد بأنه لديها دلالات سياسية في موضوع الديمقراطيين وهناك ضغطات من جانب بعض الوكلاء الموجود في كونغرس الأمريكي أن لا يوقع قبيل الانتخابات الموجودة وأن لا يضر جانب الديمقراطيين الانتخابات 20 و24 في المستقبل الولايات المتحدة الأمريكية هم صرحوا هناك تصريح من بعض الوكلاء الموجودين من بعض الكونغرس من الموجود في ولاية المتحدة الأمريكية بأن هناك مخاطرات من جابن الديمقراطيين أن يخسروا الانتخابات مقابل الجمهوريين وليس هناك ثبات داخل السياسة الداخلية الأمريكية لأنه سمعنا هناك بعض الأحزاب الجديدة تحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة ولن يعتمد على تنافس جمهوريين والديمقراطيين في السياسة الداخلية الأمريكية وهناك ممكن في مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات المقبلة أن نرى أحزابا جديدا أو جانب الثالث من الجرياء يعني ممكن في المستقبل ولكن يبدو في الانتخابات بعد شهرين المسألة مستبعدة إلى حد ما على كل حالة شكرا جزيلا لك الأستاذ مجتبة فردوسي بور هذا تدول أعتقد هذا تدول على نعم أشكرك للأسف وقتنا انتهى السيد مجتبة فردوسي بور الدبلوماسي الإيراني السابق كان معنا من طهران شكرا جزيلا